هذا البرنامج برعاية دارين جروب موسيقى أرحب بكم مشاهدينا بوضوح أناقش لليوم التالي تصريحات السيد المالكي رئيس مجلس الوزراء السابق الأمين العام لحزب الدعوة الحالي قال بها أن الجيش العراقي انسحب من الموصل أثناء سقوط المدينة بيد دعش كونه جيش سني ما يعرف إذا كان مهد الغراوي أو عبد قنبر أو علي غادان كانوا من المكون السني أو لا أو حتى القائد العام للقوات المسلحة بوقتها إذا كان سني أو حتى وزير الداخلية اللي كان وكالة هو السيد المالكي إذا كان سني أو السيد المالكي أيضا كان بوقتها هو وزير دفاع وكالة إذا كان سني عموما وأخيرا اعترف السيد المالكي أن الجيش العراقي انسحب من الموصل هو هذا المفصل المهم والسر اللي كان ضام علينا طوال السنوات الماضية أبحث بهذا الموضوع على أمل محاسبة المقصرين والمتسببين بسقوط هذه المدينة أرحب بكم أن أناقش هذا الموضوع مع ضيوف الكرام كل من الأستاذ مؤيد الجحيش الخبر العسكري والستراتيجي والشيخ إبراهيم الدوليم المتحدث باسم عشائر الأنبار ومن المفترض مشاهدين أن ينضمن الأستاذ محمد لعقيلي عضو اتلاف دولة القانون أرحب بضيوف الكرام وأبدأ منك أستاذ مؤيد يعني وأخيرا السيد المالكي شخص سبب سقوط الموصل بيد داعش بعد كل هذه السنوات وقال أنه انسحاب الجيش من الموصل لأنه كان جيش سني نعم بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولي ضيوفك الكرام ولي مشاهدي قناة زاقروس يعني هو هذا اللقاء أنا استنتج منه ثلاث نقاط وهمة كانت مهمة ورئيسية أولا قال بأنه الجيش اللي كان بالموصل كان 90% منه سنة ثاني شي قال أنه كان انسحاب الثالث شي قال أنه لو لا لو لا هو بنفس اللقاء حزب الدعوة لا سقط العراق ما هي ناقشت البارحة المهم ناقشت البارحة أبقالي بهذا الجزئ بهذا النقطتين أولا يعني القوائم عندنا مال الجيش اللي كان بالموصل أه فرقة ثانية جيش فرقة ثالثة جيش فرقة ثالثة شرطة اتحادية زين زايد لواءين متجحفل معاهم زايد 17 فوش طوارئ أه كل اللي موجود هو قال 90% سنة أنا أقول له والقوائم في وزارة الدفاع تقول يعني مفصلة تعرف أنه آه هذا بالاتفاق بالدستور أنه لازم أكو توازن في كل مفاصل الدولة خاصة الأمنية وال والمسلحة فلازم يكتبون هذا سني لو شيعي أو من باقي الأطياف زين فيعني مو تقول سر أنه القوات اللي كانت موجودة بالموصل أو بغداد أو بالبصرة لا حسن القادة معروفين مو القادة اي مو بس أنا نزل لك ع الجندي اي حسن القادة معروفين كانوا شيعة قادة الفرق ثلاثتهم ما عدا الفرق الثالثة آه جيش اللي كانت بالكسك مه هو كان من من أخواننا الكرد مه بس قادة الفرق الثانية وقادة الفرق الثالثة شرطة اتحادية زين شيعة والنواب ما القادة والمعاونين ما القادة وآمري الألوية كلها شيعة حتى الجنود عندنا النسبة موجودة مه ايش قد؟ اثنين وسبعين بالمية من الجنود والقادة اللي كانوا بالموصل أثناء سقوطها كانوا اثنين وسبعين بالمية هذا مو من عندي من القوائم نفسها لو تقعد تفصلها اطلعها تسحبها وتقسمها مئوية يطلع اثنين وسبعين بالمية كانوا شيعة وليس سنة مزين هو قال انسحاب لعد هاي احنا صار لنا أربع سنين هما مو احنا صار لهم أربع سنين سوونا دواعج وسوونا سلمنا الموصل لا لا استاذ مؤيد يعني موضوع انسحاب الجيش العراقي من الموصل ولي قاله سيد المالكي اذا نروح ندخل للموصل نشوف به شيء من الواقعية شلون كون كثير من أهالي الموصل كان مرحبين بداعش مطبلين لداعش مستقرين مع داعش أكثر من ستة أشهر صح 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 تمام تمام بس أنا أرجع أنا كعسكري ها وما أحلل اليوم أكو وقاع سابقة مو راح أحلل المستقبل أكو وقاع سابقة تقول تنظيم داعش دخل إلى الموصل 287 شخص مزين دخلوا للموصل أكو ناس كانت تريدهم تريد الدواعش وكو ناس من غرة مظلومة ناصرت كل من يجي شاي الإسلاح داعش ماعش كل من يجي بس الموضوع وين هاليوم بالموصل أكو تقبل الحجد الشعبي وانت شفت الانتخابات الأخيرة كثير من المقاعد الموصل راحت للأحزاب حزب الدعوة بدر الأصوات الأصوات وراحت للمجلس الأعلى زين حتى راحت للحشد للعصائب وغير العصائب فالناس المجتمع ما ينقاس طبقة وحدة أكو ناس طبلت الداعش واستقبلت الداعش صحيح بس مو أكثرية يعني ما كان ما كان السبب طائفي بحت كثير كان إنه هذا الجيش جيش المالكي ياخذ منكم أتوات ذبحكم صلاخكم موتكم داعش أرحموا لكم كان كهيتي راح أقول لك خطابه كان كهيتي ترويج راح أعطيك معلومة معلومة واضحة وثابتة محد قائلها أبد بعد ما انتهت الاعتصامات تعرف بدل فيهم ثلاثة عشر انتهت الاعتصامات الجيش اللي كان بالموصل وكان بكثافة سيطراته بداخل الشوارع قطع على الأحياء وكون كريت مثل بغداد هذولا الجيش بدوا شي يسوون بدوا يستعطفون الناس يعملون علاقات وصداقات يقوون علاقاتهم وصداقتهم مع الناس الجيش العراقي الجيش اللي بالموصل من خلال هاي العلاقات اش صار يسألون المواطن الناس المدنيين يقولوا له اذا صار شي بالموصل خواه ما تذبحونا يا بش راح يصير حتى نذبحك يقول يعني اذا صار شي بعدين جتنا المعلومات انه اكو جهات زرعة بقلب هذا الجندي وبعقله انه هال الموصل راح يشوون انتفاضه ويقومون وكلتكم راح يذبحوكم لانه انتوا كنتوا اعتذونها للموصل هذا وين جابك جابك على انه امر الانسحاب جابت للقادة وهذا الامر مثبت ما بين عدنان الاسدي المكالمة الهاتفية اللي موجودة اثيل النجيفي اه اثيل النجيفي مثبتة بملف سقوط الموصل مكالمة صوتية زين يعني مو متحليل مكالمة فازي يقول lui عدنان الاسدي وكيل وزير الداخلية المدير الشرطة قائد الشرطة بلموصل اللي بوكتو كان خالد الجبوري يمكن اتصور خالد الحمداني خالد الحمداني خالد الحمداني قال له اذا شفت الجيش انسحب انت اما انسحب اه اه بالتسجيل الصوتي فقاعد الشرطة ما قال للشرطة انسحبه هو انسحب الشرطة كلها انسحبت وراه وقاعدة الجيش أيضا قاعد عمليات ما أمهدي الغراوي للعلم هو ما قالها قالها قديما يعني بعد السقوط أعتقد بأحد القنوات قال أنا جيت عالكلك يعني عندهم لواء بالكلك يم الخازر لواء لواء جيش جيش مقر قال جيت أريد أسوي نقطة تجميع للجيش هاي موجودة عدنا قال القادل معي الأمرين قال يا نقطة تجميع خلي نعمر ونفت على الاربين ونروح على بغداد أمر انسحاب رسمي جاء وإحنا نسحبنا الناس إيش لها علاقة الناس أربع تيام منع تجول استاذ المحمد منع تجول منع تجول يوم تسعة لعشرة صبحها والصبح وشفت تتذكر القنوات كلها بثت الجسر الرابع الجسر الخامس الجيش عين سحب طريق الموصل دهوك فايدة طريق فايدة الجيش عين سحب بالأرتال والناس عاي تشوف مباشر بث مباشر صبحها والصبح كل حد ماكو بالشارع داعش وربع داعش واللي كانوا يحبون داعش راحوا على قيادة العمليات وبثوا لهم فيديو دقيقتين ثدقاء يقب وكتو تذكروا النفاتة وعلى مقر على الميز ما المهدي الغرراوي البيارية موجودة والمسدس ما له موجود ما المهدي الغرراوي هذولا الدواعش نزلوها هاي بعد ما سقطت قيادة العمليات سقطت المحافظة كلها وانتهى طيب خلينا نروح لشيخ إبراهيم الدوليم المتحدث باسم عشار الأنبار شيخ إبراهيم معقول يعني أنه الجيش العراقي انسحب من الموصل كون جيش سني وإذا كان سني يعني ليش ما يدافع عن أيضا مدينة سنية نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاستضافة وتحية لك تحية لك وإستاذ مؤيد المشاهدين الكرام ابتداء الآن أسجل تحفظي على تصريح السيد المالكي هذا تصريح أقدر أسميه تصريح أيضا عودة به للطائفية الحقائق معروفة بالمناطق السنية يا فرق كانت ويا قادة كانت ويا ضباط كانت وأحنا من الناس يعني أذكر السيد المالكي بمفاوضات مباشرة كنت بعض الأحيان أنا جالس بيها عندما كان أحد المسؤولين يعني هو عم مسؤولها لهذا الملف وكنت أرافقه كل من إذا تذكر وأستاذ مؤيد نتكلم على التوازن بالمؤسسات المدنية أو العسكرية تحديدا أنت تعرف جنابك الكريم لمن صارت الفتوى أهل السنة ما دخلوا بالمؤسسات لا الأمنية ولا العسكرية إلا فيما ندر والمؤسسة العسكرية معروف من قادتها ومن منتسبيها وشلون صارت وشلون طائفية فأولا هذا تزوير للحقائق أنا أتحفظ عليه وأرفض أرفض قاطع هذا نقطة النقطة الثانية الجانب الثاني لما يقولون أو السيد المالك يقول الجيش كان سني يعني مثل ما أتفضل أستاذ مؤيد هو من ما يعرف الأحداث التي صارت الموصل بس نحن نجي نجي على السبب الرئيس الذي هو جنابه كان قائد عام القوات المسلحة بعض الفضائيات كانت تنقل صورة سلبية على القوات المسلحة الموجودة بالموصل لحد الآن أنا ببالي بأحد السيطرات منزلين الزلم ناس شياب وشباب معقلين والجندي بمكان ما يفتش يضرب راجدي على رقبته على علبة احنا نسميه ويضربه تشلاق ومسويهم مثل السرة مثل الطليان عفرنا النطق بس هو هذا اللي صار هذا الوصف اثنين الأتاوات اللي كانت أتاوات علنية ثلاثة المخبر السري أربعة والأهم منها القادة كانوا ملتهين ويمكن أستاذ مؤيد يعني أقرب للموصل من عندي لكن أنا متابع جيد وكنت أزور بعض القادة كانوا ملتهين بتهري بالنفط أخي بتهري بالأسمدة بتهري بالفوسفات بتهري بالحديد حتى بتهري بالغنم الجقاير المشروبات الكحولية يعني أحنا نجي أشكل ما نصير مشكلة بالعراق وقلنا السنة طيب أحنا جربنا الطائفية وشفنا الناس اللي احترقت بالطائفية والأرامل اللي صارت بالعراق اللي من الناصرية واللي من البصرة ولا أهل سبايكر ولا غيرها هاي مو كنا سبب الخطاب الطائفي طيب أحنا كسياسيين وكوجهاء بلد احنا متفقنا نغادر الموضوع الطائفي لا الشيخ إبراهيم الشيخ إبراهيم الشيخ إبراهيم من جهة ثانية الشيخ إبراهيم بس أكو منطبل ورحب وآوى داعش بالموصل حتى ذا ما كان الجيش كانت أكو حواضن كانت أكو حاشية لداعش بالموصل ليش ننكر هذا الشي حبيبي استاذ محمد الله يرضى عليكم يعني الإعلام دائما حواضن وحواضن أخي الظلم يا أخي الظلم أنا من الناس اعتقل الظلم أنا اللي أتكلم مياك سنة ونص يعذبون بي واللي عذبني هاي أول مرة رح أقول قال لي أنت شنو ما تقطع اعتراف أنا عندي عنديش كم قضية ما عندي متهم عليها أريدك تعترف عليهم وبالنطق بالنطق نطق لي قال لي المالك يقال ذبوها براسه يريد بنعدي يريد بنعدي شغل قلت لرئيس الوزراء في شغلة وتتعذب بيه أخي ترى التعذيب والكتيل والطائفية والمخبر السري والسجون المليانة تولد حقد عد الأبين وعد الأم وعد الأخ وعد الأب نحن لن غادر كل حواضن مثل ما تفضل أستاذ بؤيد ترى اللي طبوا للموصل ما بيهم 270 280 واحد بس رحبوا بيهم بالآلاف 25 ساعة بالهرناف جوي الجيش طبوا 270 دخلوا للموصل 270 صح 270 داعش بس رحبوا من أهالي الموصل بالآلاف من أهالي الموصل رحبوا بداعش أخي مو قضية رحبوا وما رحبوا يعني يعني أحنا خلنتكلم من منطق هذا المنطق أنا قاعد يا السيد المالكي وإعضاء دولة القانون وكلهم أهلي وأصدقائي وأحبابي بس الظلم اللي صار بديش الفترة يمكن داعشوف أستاذ محمد أخوي أستاذ محمد العقيل نضمن التحية إليه الظلم اللي صار بديش الفترة خلى العالم تنفر خلى العالم تدور ملاذ آمن جوي ذول الوحوش الدواعش اللي يعني غروا العالم أحنا والدولة الإسلامية بينما هم يعني أنقس ما خلق اللهم الدواعش مجرمين كفر قتل لكن اللي جؤولهم العالم من الظلم يعني جندي يفوت بالسيطرة لو شاي بيفوت بالسيطرة يلزم الجندي يكتله ويجر رئيس إحنا بالشارع ويذبه بالسجن طيب شيخ براحيه ويخبع كتل خلينا نروح خلينا نبني العراق تمام خلينا نبني العراق خلينا نروح لدكتور محمد العقالي ما نريد نبقى إحنا قالت الطائفية وحش السنة وحش الشيعة تمام خليك واجش شيخ إبراهيم خلينا نروح لدكتور محمد العقالي رحب به دكتور محمد يعني شلون الجيش انسحب من الموصل لأنه جيش سني بينما السيد المالكي قائد عامل القوات المسلحة وزير الدفاع وزير داخلية غدان وقنبر والغراوي كلهم شيعة فسر لياها فسر لتصريح السيد المالك تفضل شكرا جزيلا يا سيد محمد تحيي لك وإلى الضيوف وإلى المشاهدين يعني بالتأكيد ملف الموصل هو ملف مؤلم على كل العراقيين ملف الموصل هو حقيقة انتكاسة للبلد بصورة عامة لا مكون دون المكونات الأخرى هو اللي استفاد ولا الضرر الكل الضرر اللي الضرر اللي هم تهجروا ناسنا وأهننا واللي الضررت هي الدماء العراقية اللي أتت وحررت الأراضي العراقية فهذه كلها حتى الأموال التي انتهكت وسلبت وسرقت بدخول داعش والأموال اللي صرفت على الآلة العسكرية والحارب هذه كلها من جلود العراقيين بالنتيجة كل العراق لا نقول طائفة دون طائفة أخرى ضررت أو استفادت فعموما فهو ملف مؤلم ولكن من الممكن أن نأخذ الدروس والعبر من هذا الملف لا 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 استنباط الدروس والعبر يفترض والعبار يأخذ من سياق الحديث يعني ما قصد السيد المالكي هي القيادات غيدان قنبر الغراوي هو يقصد عليهم حقيقة التصنيفات بالجيش العراقي صارت على هذه الوضعية ابن الجنوب تكون الوحدة العسكرية مالتها بالجنوب الابن الوساط يكون الوحدة العسكرية مالتها يعني بالمناطق الوساط وحتى المناطق الغربية أولاتهم بالغربية مع التطعيم يعني مثل الصلاح الدين ديالة مناطق يعني متداخلة كانت فيها قوات عسكرية متداخلة الموصل كانت إلى خصوصية كانت يعني القادة فيها قادة الفرق من الأخوة الكرد مثل هداية كان قائد فرق من الأخوة الكرد اثنيا كانت المراتب يعني المراتب دون قادة الفرق وهم كانوا يعني من المكونات الأخرى فهذا بصراحة فما مقصود السيد المالكي يقصد أن الجيش هو في الموصل والسنو يقصد غيدان ويقصد قنبر ويقصد غيره أبدا لا لا التصريح واضح وما في لبس القضية الأخرى هي أعمق من هذا الموضوع السادة محمد الفساد الموجود في المؤسسة العسكرية أدى إلى ما آلت إليه الأمور هذا واحد ثانيا الخلافات السياسية بين محافظ الموصل وما بين القيادات العسكرية في حينها هذا السبب الثاني سبب الثالث ابتعاد القيادات العسكرية وحتى الجو الأمني بصورة عامة عن القاعدة عن الجمهور الجمهور هسا عنده أسباب يعني أسباب يعني مكوناتية عنده أسباب يعني بعيدا عن الأسخاب الأخرى ما متوفر للجمهور ولت فجوة ما بين القوات الأمنية وما بين الجمهور تأكد تصريح السيد المالكي بأنه أغلبية الجيش العراقي اللي كان متواجد داخل مدينة الموصل كان جيش سني يعني يقصد يعني قائد الفرقة زين ثانيا يقصد أمريل الألوية قسم من عدهم حتى بكركوك يعني مو بالقضية فقط الموصل لا حتى بكركوك حتى بالأنبار كان هناك قادة فرق من يعني الأخوة السنة يعني موجودين كانوا يعني مثلا محمد الكروي وين استشهد رجل عزاوي من أهل ديالة من المكون الكريم السني وأعتذر عن هذه التصنيفات والتسميات واستشهد الرجل في وادي حوران زين ناصر الغنام من أهل هيت ورجل هو قائد فرقة وموجود في الجزيرة والبادية وكان قائد الفرقة في الموصل قائد الفرقة الأولى في الموصل أكوي يعني احنا ما نقول الجيش هو كان طائفي من لون واحد دون الطائوة في الأخرى أبدا طيب يعني ليش شنو الجديد بالمعلومة اللي كشفها السيد المالكي وليش يتحدث بخطاب ولغة طائفية يعني مش راح نستفاد من عندها مثلا أبدا ما كان ما كان خطاب طائفي هو حقيقة سياق الحديث جواب يعني فرضا أنت هسه تسألني عن المالكي تسألني وأنا أجاوبك على قد سؤالك الناس شو راح يسولفون شو راح يسمعون راح يقولك والله محمد العقيل مستقتل على المالكي محمد العقيل يدافع على المالكي أنا دا أجيبك على سؤالك أنت ليش تسألني على المالكي وليش بعدين تتهمني أنه أنا دافع عن المالكي خوة إحنا ناخذ الأمور ليش أتهمك ساد محمد أنا أجيب عن سؤال ساد محمد ما تهمك أنت تدافع عن المالكي حقه لا أمل حقه مثل لا 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 أنا أوضح لك صورة أنت أسألني شو باوع أنت أسألني سؤال عسكري بحت أنا ما أجيب طار المالكي أبدا أنت أسألني سؤال أمني ما أجيب طار المالكي أنت أسألني سؤال اجتماعي سياسي ما جيب طار المالكي لكن من تسألني سؤال سؤال المالكي إذا ما راح أجاوبك رأسا بالشاشة راح تقول شو محمد العقيل دا تلفوا الدور وما دا تجاوبنا على سؤالي لا ما شتمع فأني أنت تسأل وفق جوابك أنه الجنود وفق جوابك وفق ما صرح فيه السيد المالكي أنه الجنود عصوا أمر السيد المالكي كقاعد عام للقوات المسلحة وانسحبوا لأن ذول سنة والحكومة الشعية وخليوا يرحل للنار هي شي؟ شوف أنا راح أطيك معلومة الفريق عبد الكريم تميمي كان هو يعني قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالموصل كل الوحدات العسكرية انكسرت للأسف وانسحبت لكن بقى الرجل يقاتل حسب أوامر القائد العام للقوات المسلحة ورجع بانسحاب تكتيكي وقاتل في المناطق والقرى من الموصل الحد بيجي واستقر في مصفاح بيجي لو كان هناك يعني الأمر مثل ما كان بالوحدات العسكرية ليش هذا القائد العسكري هستغبني حتى أرجع للبيوت والضباط وكذلك المراتب من كسروا مثل ما من كسروا البقية يعني اليوم نقول الوحدة بآمرها صح الوحدة تكتب بالآمر مالته هو اللي ممكن يضبط الجيش للمراتب والجنود ومن الممكن أن يصمد ومن الممكن أن يبقى سيد محمد كان أكو عصيان لأوامر السيد المالكي بوقتها كون هما سنة وهو شيعي لو لا الانسحاب كان بأمر من السيد المالكي لا لا هي أقول لك هي أكو قيادات شيعية انكسرت ابن الموصل يعني هو الغراء وشونه كان الغراء ومو كان قائد عمليات إذا هو عافل مقر مالته ورحلين عمدانية هو قابل الغراء وشونه رجل سني إحنا مريد نتكلم هاللغة إحنا نقول الضباط والغامري أضرب لك مثال أضرب لك مثال آخر صلاح الدين منه يمهى تيكريت منه يمهى القضية الدواعش دخله بالموصل حسنا أكو صار انكسار عسكري بالموصل بصلاح الدين ليش هالانكسار هذا وبعد أكو قوات عسكرية أكو سبايكار أكو قاعدة القوات الجوية أكو مركز التدريب أكو مستودعات هاي كل هاي مدرسة المشاة الآلي هاي بين تيكريت وما بين بيجي هاي منطقة الحجاج منطقة جبور هاي كلها مناطق يعني بيها ثكنات عسكرية ليش هالانكسار هذا طيب خليكوا دكتور محمد تمام خليكوا خلينا أرجع للسوديو أرجع للخبر العسكري والستراتيجي والأساد مؤيد الجحيشي واضح موضوع بيبعد طائفي أكو وكأنه أكو عصيان لأوامر السيد المالكي لا مو من القيادات واضحة الغراوي غنبر كانوا قريبين بس ممكن يكون من المراتب الأخرى من الجنود من الأضباط اللي ينتمون إلى المكون الآخر للسنة طبعا أكيد يعني دين كان ما موجود أستاذ محمد وتحياتي لأستاذ محمد العقالي بس الموضوع مهنى الموضوع أنا عسكري واركز على موضوع واحد أول شي اللي واركن هداية كان قايد الفرقة الثالثة جيش زين قايد الفرقة الثالثة شرطة اتحادية كان شيعي وهداية كردي سني وقايد الفرقة الثانية كان شيعي اللي هاي الثفرقة الموجودين بالموسى هذا أول شي وهذا مثبت زين هاي واحد اثنين أنا أقول خلي هذا الموضوع كله نجيبه على موضوع واحد كعسكر هو قال ببعد عسكري طائفي نطيني مجال أنا أجي مع أستاذ محمد ومع سيد نوري المالكي ها يلا أنه كانوا سنة زين تسعين بالمئة سنة زين هذا الجيش طيب هو قال انسحبوا صح زين أنت عدمت قايد فرقة أنت عدمت أمر لواء أنت سجنت أمر فوج أنت سجنت أمر سرية سجنت لك ضابط من لده ولا انسحبوا إن كان وطريقين والانسحاب شنو يا إما انسحاب تكتيكي بأوامر يا إما تخاذل يعني يعني جيش السحاب بتخاذل اتصور اتصور أنه السيد المالكي يشكل خط إعدامات ويعدم لعشر ضباط بوقته عشان قلتو صار صدام حسين لا جيوش العالم كلها كانت تعدم أثناء المعارك كل جيوش العالم كل بس معركة بدر وحد ما كان بها أعدامات حتى في وقت الصحابة كان لكوا أعدامات خاف ما تعرف كل المعارك مسيحيين يهود إسلام معارك المغول معارك الدولة العثماء كلها حتى بالحرب العالمية الأولى والثانية كان لكوا فرق أعدامات تعدم ليش هو مو اللي غرض التخويف يعني تعدم وتخلص لا حتى الجندي يقول أكوا رايا أعدام أنا أقاتل احتمال أطيب ما أموت واحتمال أموت وفعلي إذا أرجع على السعب أنا أعدم ميت فعندي هنا احتمالين بالمعاركة هذه حالة نفسية عندي جيوش فهو لو كن أعدم له أربع خمس ألوية بعد ما سحبه بالموصل كان تكريت ما سقطت بالرماشات مثل ما قال أستاذ محمد ونوه لي على تكريت ما صار قتال بتكريت على أقل بالموصل أول يوم وثاني يوم أكو قتال صار قتال وصار أربع خمس مفخخات انفجرت والناس انسحبوا تمام بس وين التسعين بالمئة السن اللي هو يحشى عليهم والقوائم موجودة بوزارة الدفاع ومثل ما قال الشيخ إبراهيم قال الموازنة موجودة بالدستور هو موعب من أن يقول هذا الجندي سني لو شيعي بالقوائم مثل بداية البرنامج قلت لك ترى موعب ولا ممنوع بالقوائم بالموجود بوامر قسم الأول والثاني مال وزارة الدفاع أنه هذا الجندي اللي بفلان لواء بفلان فوج بفلان شرية بفلان فصيل سني لو شيعي لو مسيحي لو كردي لو تركماني لازم يكتبون هو موعب ولا ممنوع ولا هي طائفية ثاني شي أنا أنت أنت يكيين لك ذا كلهما تعلمتها في موضوع ما الوقف السني والشيعي ولكن ما انتبه عليه أنا وأنت ليش يقول لنا طائفية من نحشاواني وأنت وضيوف ومقدمين ومحللين بعد ما ممنوع علينا نقول سنة والشيع لأنه أكو وقف سني وأكو وقف شيعي بالعراق لا لا تبرر لا 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 ما ريدي إذا يريدون ما نحشي سني وشيعي ويعتبرونا طائفين مدى مستحيل يعني هذا الخطاب بس دقيقة محمد هي مو كانت وزارة الأوقاف وشون الدينية إذا يريدوني وحدون العراق خلي رجعوه وزارة الأوقاف وشون الدينية حتى بعد ما نقول سنة وشيعي هم مفرقونا طيب طيب سوانا سنة وشيعي خلينا روح للشيخ إبراهيم شيخ إبراهيم بس لحظة أستاذ محمد وأذكر أستاذ محمد العقلي على جهاز مكافحة الرهاب جهاز مكافحة الرهاب انسحب يوم تسعة لعشر ساعي دعش بالليل اللواء أو اللواء كان بالموصل انسحبت القيادة فهو انسحب وما راح على تكريد طيب راح على سبايكر خلينا نروح للشيخ إبراهيم شيخ إبراهيم حتى لو كانت مثلا تبريرا للسيد محمد العقلي المنطقي صحيح أنه أكو سنة والأغلبية كان من الجيش سني ليش ما حسبهم السيد المالكي القائد العام للقوات المسلحة والله أستاذ العزيز يعني التحيات الأستاذ محمد العقلي مرة ثانية لا ما التسعين بالمئة السنة ما كوي وش حاجة هم كانوا السنة اللي بيهم يعني هم يعني ما قل التسعين بمناسبة شيخ إبراهيم عميد خالد الحمداني هو أو الشرطة حبيبي أستاذ محمد لا أستاذ محمد يقول قل التسعين بالمئة لا لا ما على المالك أستاذ محمد يقول آسف والله دبوا عليه أنه تفضل شيخ إبرايم على إيتي حال الخالد الحمداني عميث خالد هو رجل من الموصل وحمداني والشرطة المحلية نفسهم بيهم شبت وبيهم كرود وبيهم من الطائف تي أما الباقين الله وكيلك أنا مسؤول عن كلامي 89% من المؤسسة العسكرية اللي كانت بالموصل هم من لحد الآن ما أنتقب بالكلمتين أنا إذا أقول من ذاك الصوب أقول من أهلنا الشرجية من ذيقار ومن النجف ومن كربلة ومن البصرة ومن العمارة وإذا أكوا مثلا من الموصل وغيرها من الغربية فهم قلة قليلة لكن أنا أشكل أشكل إشكال واحد على السيد المالكي وهو يعني خلي تحملني أخونا الشبير يتحملني أنت قائد عامل القوات المسلحة وزير دفاع وكالة وزير داخلية وكالة رئيس جهاز المخابرات وكالة الأمن وطني كل المؤسسات العسكرية بيدك لما قاد عدك وأمرها ألوية وأمرها أفواج انسحبوا يعني لا تصدق مؤسسة عسكرية ثلاث فرق ومسلحة أحسن تسليح وقيادة عمليات يعني اعتباطا هاي آلاف المؤلفة عشرات الآلاف من الضباط والجنود يعوفون آلياتهم وشمرون رتبهم بالقاع ويطلعون هاي إهانة المؤسسة العسكرية كان المفروض أكو حساب عسير لهم لكن هاي صار النشكب يعني يعني شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم السيد المالكي هم حار معاكم خصوصا تحديدا مع المكون السني قضية التوازن بالمؤسسة العسكرية أنا قلت للأستاذ مؤيد أنه ليش ما سوا عدامات إليك أقول لك لوم حاسب صدقني لوم حاسب لأربعة خمسة من القادة السنة كان قلبت الدنيا كان قلت المالكي طائفي كان قلت المالكي نرجع على نبرة إنه هذا الجيش جيش المالكي وما نخلص من هاي الاستوانة والله عدرا حريحك بس اسمح لي راح تشيلك إياها بصراحة فبا بس نتزعن من صراحتي لا لا أبدا وقالله وقالله لو الله سبحانه وتعالى يخلقننا إنسان مميز على مواصفات خاصة ويجيبوا يا جبريل عليه السلام يحكمون العراق فلا نرضى عليهم هو احنا هي طبيعتنا احنا هذا طبعنا لا نرضى على ملك ولا نرضى على رئيس ولا نرضى على أي بشر ما نرضى عليه هي هاي تكوينتنا لكن احنا خلن نستفاد خلن نستفاد من أخطاء الماضي خلن نستفاد من الهفوات السابقة خلن نتوحد خلن نلم العراق بعد أنا بالتناحرات السياسية والحزبية بين قادة الأحزاب وغيرهم احنا كمحمد العقلي مويد لجحيشي محمد اللي هناك شخ إبراهيم لا لا شخ إبراهيم شخ إبراهيم شخ إبراهيم شخ إبراهيم شخ إبراهيم تعال على الواقع تعال الترف السياسي نعوفه ونجع على الواقع المالكي مثلا جهاز مكافحة الأرهاب اعتقال أحمد العلواني قلبة الدنيا ولليوم يا مالكي يا طلابين المالكي المالكي لاب وقتها محاسب أربعة خمسة من قادة الجيش السنة كان لليوم هاي بقت المالكي مستهدف السنة وقضى على السنة وقضى على المكون السنة بالمؤسسة العسكرية وبالجيش العراقي همحار الرجل زين زين بعيني 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 حقك زين السيد المالكي وملكة الله أستاذ محمد يجاوبنا عليها ليش ما اعتقل سلمان الجميلي ليش ما اعتقل أحمد أبو ريش ليش ما اعتقل الباقين كلهم اللي كانوا فوق الجسر يهوسون يهوسون قدام العالم ويجاوزون على السلطة وعا الدولة ليش بس أحمد العلواني صار ضحية مو احنا نعرف الأسرار ليش ولا قسم منهم صار وزراء وابوزراء ليش ليش الأسرار ومحافظين وغيره ليش يا شيخ إبراهيم أشي ما حد اعتقل بهم وخلوهم ليش اللي كانوا يهوسون يقولون يستفويين جئناك يا بغداد وحاطلع قاله ويشير مسدسة ويتهم السيد المالكي بحد الأمراض أشي هذا ما يحاسب السقاعد بعزز مكرم خميس الخنجر خميس الخنجر وليس ما أطلعب لقاء ويا كنتش كم قناة تتحجشوني وكل يوم خالقي لي عدامه ويا أحد خميس الخنجر شيخ إبراهيم خنجر ما أنا هوي أسماء أنت خواه ما يدلش حيشي تدني بس عدد أسماء خلينا نرحل نصال محمد العقيل أنت قول أنا أعدده بمكانك دكتور محمد العقيل لو صحة الرواية رواية السيد المالكي تبرير يعني بغداد قاعد هم بطل الحق تبرير جنابك وليس ليش ليش لم يحاسبهم السيد المالكي حتى لو كانوا سنة حتى لو كانوا من أي مكون آخر لم يحاسبهم السيد المالكي سؤال ممتاز وهذا حقيقة أنا كنت ناوي يعني أجاوب فملاحظة ما أقول أرود على أخوي الساد مؤيد لكن أجاوب الساد مؤيد يحكي عن نظام غير النظام الموجود بالعراق نظام سياسي في العراق هو نظام بردماني يعني ما ممكن قائد العام للقوات المسلحة أن يشكل فرق إعدامات ويعدم من هو متخاذل من هو متآمر لابد أن تكون هناك يعني من الممكن أن يحيل القائد العام للقوات المسلحة ملف معين ملف تخاذل ملف تآمر ملف هجسس إلى الجهات المختصة التحقيقية وتفتح بها مجالس تحقيقية ومن ثم هناك محاكم عسكرية هي اللي تصدر إذا أصدرت المحاكم العسكرية أوامرها أو الأوامر القضائية القائد العام للقوات المسلحة يصادق على هذه القرارات بالإعدام فهذه حقيقة سلسلة ممكن للمالكي أن يجي يعدم أي شخص من الأشخاص سواء كان شيعي أو سني أو كردي أبدا هذا النظام الآن في العراق هو مختلف لربما يعني البعض يسميه ضعف لكن هو هذا القوانين ولحد الآن ما شهدنا أي حالة إعدام يعني الناس مثل الطالب حتى الأرهابيين شوف أستاذ حتى الأرهابيين اللي مسكونهم فجروا الناس بالسيارات وبالأحزمة الناس فما حد جرأ أنه يعلقهم بالأعمدة ويخليهم علقين ومعدومين هكو حاكم وأكو أكثر من هذا لكن أرهابيين مناعمين مترفين بالسجون موجودين عليهم التبريد وهم عليهم أوامر قضائية من المجلس القضاء الأعلى هذا النظام يحترظ اللي يشكل عليه مثلا أحمد العلواني ساد محمد ساد محمد الاثنين الاثنين ما سواهن السيد المالكي هسأله هو التزم بنظام البرلماني وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ولا سوا فرقة اعدامات الثلاثنين ما سواهن لا 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 عندك الغراون حال محكمة عسكرية وكانت هناك عليها والباقي لا زال يعني أكو 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 هسأ ما متابع الملف أنا وانوصت المحاكم العسكرية على المتخاذلين على اللي يسحبوا بدون أوامر على اللي يعصوا الأمر حقيقة ما أعدي معلومة أتكلم لكن المعلومة الأولية اللي عندي هناك يعني محاكم عسكرية بس لا تنسى السادة محمد أكو دفع سياسي على المحاكم العسكرية وعلى القضاء بسرعة ما أكو ضغط سياسي القضية أحمد العلواني والفرق ما بين أحمد العلواني والأسماء الأخرى اللي ذكرها الشيخ أحمد العلواني طلعت عليه قوة من جهاز مكافحة الأرهاب يعني رادت تعتقله اعتقال وفق مذكرة اعتقال اللي صار شنو صارت مواجهة ان ضربت القوات مكافحة الأرهاب من بيت العلواني وحتى واحد من حماية العلواني أو أخو العلواني يعني القتل أثناء المعركة ومسك العلواني ببيته هو بيده البندقية ودي قاتل سلمان الجميل ما سواها أو غير الآخرين ما سواها قد تكون عليهم تهم قد يكونوا متهمين بس هذه مو مشكلة المالك مشكلة القضاء اللي هو من الممكن أن يفصل أنه اسم من الأسماء متهم وفق شهود وفق مبارس جرمية وفق أدلة جنائية ويقل بالقضاء عفلي قضية محمد العلواني ومحمد اللي قال اللي قال السيد المالكي اللي حتى جنابك ما مقتنع بي وما راضي عنه هو ضمن إطار إبعاد الشبهات عن السيد المالكي والاتهامات الموجهة إلى بتسببه بسقوط الموصل مليون باتشر بعد باتشر بعد عشر سنوات ينثار هذا الملف شوف إحنا كدولة قانون رح أجدد لقضية وأني مسؤول عن كلامي نطالب كدولة قانون فتح ملف سقوط الموصل على أعلى المستويات بتحقيق مهني عادل عسكري صرف ما ممكن للجنبة السياسية أن تدخل بعملية التحقيق في ملف الموصل لا بد أن تكون هناك جهات مختصة بالتخصص الدقيق للمكاشفة والمصارحة من هي الجهات المسببة إذا كانت جهات سياسية وهذا أمر وارد نتيجة الخلافات إذا كانت هناك قوات الشرطة متسببة اللي هي يعني هي من أهالي الموصل أو من القوات العسكرية اللي كانت مختلطة من كل المكونات العراقية أو حتى من الذين أخذوا أوامر القائد العام لقوات المسلحة لا بد أن يكون هناك تحقيق شامل ما يجامل هذا التحقيق أي اسم من الأسماء يكون متهم يعرض على الشعب يعرض على أجهات المختصة مهما كانت مرتبته مهما كان مقامه مهما كانت المسؤولية التي كان يشغلها الموصل كلف البلد الكثير أخر البلد الكثير دفعنا دماء كثيرة من أجل الموصل سواء كان في سقوطها أو في تحريرها هذا لا بد أن يفتح الملف على مصطاعه طيب طيب خليني أقول لك نحن مستعدين لفتحه شخصتك الخلل هسا المفروض للدعاء العام والله للدعاء العام غير للدعاء العام المحاكم العسكرية والمحاكم المختصة بهذا الموضوع تتحرك حول هاي التصريحات اللي أدلي بها مثلا السيد المالكي السيد محمد العقيلي جنابك وحتى الشيخ إبراهيم ماكو قلق من فتح ملف سقوط الموصل السيد المالكي دولة القانون مستعدين لهذا الملف هو ليش أكو سياسي لو قاضي لو حتى عراقي بسيط عراقي عادي يقدر يطالب بملح فتح ملف سقوط الموصل هاي محمد العقيل العراقي كلام وقاعد ببغداد وشخصية معروفة بعد ما صارت الجلسات مال التحقيق بملح سقوط الموصل كثير من اللي كانوا حاضرين بالتحقيق وبالاستماع إلى المتهمين خرجوا وقالوا من غلق الملف هو السيد المالكي وجاء يعاز من إيران من غلق الملف ولا يمكن فتح هذا الملف بوجود أو بحياة السيد المالكي أو بوجود حزب الدعوة بالعراق اه اه ما طول موجود حزب الدعوة بالعراق لا يمكن فتح ملف سقوط الموصل لا يمكن وما حد يقدر يسويه هذا الموضوع والملف أصلا التحقيق موكمل ضاع بعدها بكم شهر ضاع الملف ما موجود لأن أكو به أكو به تسريب صوت ورسائل يعني وثائق موجودة به ضاع الملف هسا لازم يفتحهم ملف الجيد هاي إذا إذا أكويشي قابلي هذا واحد اثنين هو المؤسف بالموضوع والموضوع مو يم السيد محمد يم حزب الدعوة عام هو طبعا مو حزب دعوة للعلم محمد العقالي مو حزب دعوة محمد العقالي دولة قانون دولة قانون من حزب الدعوة هو أنا خلي أسأل سؤال وهو مؤسف طبعا السؤال لأن ما قدر أقول مضحك أنه رئيس وزراء من حزب الدعوة سلم الموصل على اعتراف هو قال انسحاب لأنه قائد عام القوات المسلحة وفاروق العراجي كان مدير مكتب القائد العام القوات المسلحة هو كان ينقل الضباط والقادة هو كان ينصب قادة العمليات فاروق العراجي زين أنه رئيس وزراء من حزب الدعوة سلم الموصل ورئيس وزراء من حزب الدعوة أتى بعده لا تقول لي حرار الموصل قل لي رجع الموصل لأنه انسحاب مو معركة وخسرنا المعركة هي انسحاب فأني اليوم ما أقول تحرير أنا اليوم أقول رجع الموصل بس بعد دمار بعد دمار شنطينا دمرت 70% الموصل انطينا 57000 بس مدني من جراء المعركة وانطينا باعتراف وزارة الدفاع 25000 شهيد حشد وجيش وشرطة اتحادية بس لتحرير الموصل شهيد بس لتحرير الموصل جيش وشرطة شرطة اتحادية وحشد شعبي معه طبعا طبعا حشد عشائري 25000 شهيد على شنو رجعك على السؤال الأول كان انسحاب طائفي تمام بس مو سني كان شيعي ها ها ايه من اللي اكد عليه شلون من اللي اكد عليه وهذا مو آني اه سيده سامن نجيفي بعظمة لسانه قال هددوني بسقاط الموصل قبل اربعة شهر قال السفير الايراني اذا ما اتجددون الولاية الثانية لسيد نوري المالكي وقت ما عندي خليني اروح هذا بين رجعنا لا لا دقيقة دقيقة ايه الحزب الدعوة لطعش سنة حكم العراق هجم العراق كله اه بما ومنو جاب منو جابهم الامريكان جابهم ويدعون انو كانوا قبل اكوتوغات وقت ما عندي والله دقيقتين 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 ايه بس اقول لانو موجودة كون يتكلم عنهم سيد محمد العقالي مو شيخ ابراهيم ظلمنا الطاغية خفهمت قوله للطاغية لا 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 انا اخذ نص دقيقة من شيخ ابراهيم ايه الطاغية القبل 2003 قلنش ظلمتني استاذ محمد ايه قلنش ظلمتني اليوم بس هل نصدققه شيخ ابراهيم يعني امون عليك امون عليك الطاغية اللي قبل قبل 2003 قبل حزب الدعوة نجح بالصحة ونجح بالتعليم ونجح بال بالاسمو الحماية الدولة ونجاح ها كل الملفات نجح بيها الطاغية القبلهم وهم فشلوا وصقطوا بكل الملفات طيب واليوم ارض الواقعة مع العراق يتكلم ذلك شيخ ابراهيم على ايدي حزب الدعوة تمام شيخ ابراهيم ماكو اي شخصية عراقية تقدر تتحدث او تفتح ملف سقوط الموصل صحيح لا عفوا انا اذا سمحت لي اولا انا اتحفظ على يعني استاذ مويد احترمه وحبه هاي مال الانسحاب سني والانسحاب شيعي ارجوكم يعني خلننغادر مال سنة والشيعة هاي متليق بينا والله متليق بينا اثنين النقطة المهمة اللي اخوي العزيز دكتور محمد العقيد يعني بس لا يسمح لي بيها القانون العسكري ترى قانون موجود ومشرع بالنسبة اللي اتخاذ اللي انسحب بلى اوامر معروفة الاحكام العسكرية اثنين الجنابك الكريم من المشاهدين لللي ما عده معلومة خلي ببالكم لجنة الامن والدفاع اللي كان سيد حاكم الزامي لبيها شكلت لجنة يمكن اكثر من ستة وعشرين عضو ويسووا ملف كامل الملف حوالي اكثر من مية وثمانين صفحة والخلاصة مالتبل اربعة طاعة الصفحة جابوا اسماء قادة وجابوا اسماء ضباط وجابوا الاسباب الحقيقية للسقوط وجابوا الاسباب الحقيقية للانسحاب والملف موجود الان نسخة من الادعاء العام ونسخة رفعوها للقضاء وقعدت ويا سيد حاكم وبنفس يعني اتكلم مياي وقالي على علم فليقول يعني ليتهم السيد المالكي انا شوفه بالحق احتي حق اذا شي غلطان بسين من الناس اقول اما اللي يقول لك يعني معلومة الاستاذ ما يدجح ايش اللي يقول لك الملف مفتوح لا مفتوح والسيد المالكي ما اتدخل ابدا بالملف والرفع الملف كامل وحمل وقاد عسكريين بهذا الموضوع فالملف كامل ومفتوح ومو مغلق لكن بالقضاء وما اتدخل السيد المالكي به وهي احسبها علي وسجلها واتذكرها زين تتفقوا يا مع ان الانسحاب كان عكسي يعني سيد مويد الجحيش يقول عكس ما قال السيد المالك الانسحاب كان شيعي كون الموصل سنية والله انا ما احكي هالكلمتين اكره اثنيناتين بس راح اقول لك الانسحاب صار بضغط خارجي الشغل صار بضغط دولي وابضغط خارجي وعدم كفاءة القادة الموجودين واهمالهم اضافة الى التناحر بين القادة العسكريين ومجلس المحافظة والمحافظة وبعض القادة التهى وقلت لك بالتهريب والاربع المخبر السري والظلم اللي صار عليه الموصل ادت السقوط الموصل هاي الاسباب ومذكورة حتى بالتقرير خليني لجنة قص الحقاق اللي سواتها لجنة الابن والدفاع تمام اي بس خلينا ذكرك شيخ ابراهيم انه يا اخي شخان غادرونا مال سنة وشيعة ومادر الشيعة والله هو قال هو قال هو المالك يقال والله خبرتونا بالسؤال في مال سنة وشيعة يقولنا هو المالك هو دحشيك ما يخالف يمون علينا يلا يمون علينا أبو سراء يمون علينا شيخ ابراهيم هو المالك يقال تشعيم من مئة صادم دكتور محمد سماعت الأستاذ يا عمي السيد الرجالي جزبه يقصدها يا أستاذ مايد يعني احنا بس سيد من العلايم العربوي اريد انه علاقة نتعلق بيها دكتور محمد يلا عمي سنة انسحبه ورجعوا سنة ضحفة وغاتلوا ورجعوه ما حد يقدر يفتح ملف سقوط الموصل ما دام السيد المالكي موجود وحزب الدعوة طبعا لا تكلم عن حزب الدعوة انت تعرف انه رجل مستقل سياسي مستقل في دولة القانون ومثل رأيي ومثل رأيي الكتلة فقط حزب الدعوة عنده متحدثين وعنده منهجيت اللي يتحدثون بها لكن اذا نقول حزب الدعوة مثل ما تفضل يدخل المالكي والعبادهم من ثنياته من حزب الدعوة المالكي بزمنة وتكريت والموصل فاذا نقول حزب الدعوة بزمنها اسقط الموصل بزمن حزب الدعوة تحررت هذا جانب جانب ثاني فرضني جيش كل شيعي اذهب بالفرضية واني حقيقة يعني ما ريد اتحدث لكن امشي ويا سياق الحلقة اللي تفضلت بها ليش هم الشرطة قوات الشرطة اشقد القوات الشرطة المحلية بالموصل الطبوا 400-300 نفر من الدواعش فرضني جيش انسحب لانه من مكونات اخرى زيان ذولا مو اهلهم مو منطقتهم مو عوائلهم مو يبودوا ياخذوا الرواتب من المنطقة اللي هم ودي يحمونها عموما هذا السؤال اطرحة القضية الاخرى السيد اسامي نجيفي تفضل السادة مؤيد انه هدد بسقوط الموصل ليش هي الموصل سقطت وداعش طبت تكريت وطبت الرمادي واسامي نجيفي يروح الفاتحة ام قاسم سليمان بطهران يروح يقرانهم فاتحة اذا مهددين اسامي نجيفي وسقطوا الموصل وهي مدينة اسامي نجيفي شون يروح يجامل الجهات اللي ضغطت عليها وبسقوط الموصل وهددوا بضغوط يعني بسقوط الموصل حقيقة اكو جنبة سياسية مثل ما تفضل الشيخ اكو قضية دولية الولايات المتحدة الامريكية بالكونغرس اعترفوا بيها قالوا ترى احنا تحركات داعش كنا نعرف بيها ونعلم بيها بس احنا غضينا الطرف حتى نسقط حكومة المالكي هاي اعترافات طيب موجودة السيد سعدون الدليمي وزير الدفاع في البرلمان ويستجوبة والقادة اللي هم في الموصل في تكريت قال يا اخوان نتكلم بصراحة امام الشعب البيعة طاردة للقوة العسكرية هذا هذا تشخيص دقيق احنا خلينا ناخذ هذا الموضوع بجدية لن ناخذ الامور بشكلية الصراع ما بين انعكس سلبا على الموصل وانعكس سلبا على باقي المناطق طيب دستاذ هذه كلها ملف كامل شائك يلا امر اخر السيد حاكم الزامري هو رئيس اللجنة التحقيقية بالبرلمان اي وكل المجلس التحقيقي كل الستة وثلاثين صفحة كل الاربع طع صفحة ما اتهمت ولا شخص قالوا يا با في زمن القائد العام القوات المسلحة المالكي سقطت الموصل منه القادة واحد اثنين اثلاثة بس ما صارت اتهامات امر اخر المالكي انطل اللجنة التحقيقية وثائق كون قائد العام قوات مسلحة بدفع سياسي ما اقضوا هذه الوثائق من السيد المالكي ولا عرضوها باللجان التحقيقية يلا نشكرك دكتور محمد بانه وقت ما عندي هو في الادعاء العام بالقضاء العراقي طيب انا اشكرك لانه وقت ما عندي انا اشكرك الدكتور محمد العقيل عضو اتلاف دولة القانون شكرا دكتور محمد واشكر الشيخ ابراهيم الدوليم المتحدث باسم عشائر الانبار شكرا شيخ ابراهيم واشكر الاستاذ مؤيد الجحيش الخبير العسكري والستراتيجي حياك الله حياك الله شكرا الضيوف الكرام قبل ما نخوض بمنه قتل منه ومنه اشرف من منه ومن القاتل ومن المقتول ومن الظالم ومن المظلوم وانجازات ملكية وذيك انجازات الجمهورية والملك والباشا والزعيم خلينا انتفق على شي واحد انه احنا العراقيين عموما ميرهم حاكم حتى لو يجينا من السماء مو بدينا الله سبحانه وتعالى خلقنا هالشكل ليفي ديانة ملكية ولا يفي ديانة جمهورية ولا يشتغل عندنا نظام رئاسي ولا يشتغل عندنا نظام جمهوري ولا نظام برلماني ولا اي نظام بالعالم العراق اللي ميرضى على الامام علي واولاده وشلع قلبهم وخذلهم ما ممكن يرضى على ملك او باشا او زعيم العراقي شي خاص لا رضا يدوم ولا زعيم مفقود اللي هسا عندنا رمز وتاج راس ومنعزاز الله باشر نلزمه ونسحله بالشارع واللي هسا دايس على راسنا باشر نذكره ونتأسف علي ونتحسر على ايامه رح نبقى على هذا الحال اليوم والدين كلما اتت امه لعنت اختها وطاغية اليوم محبوب الغد رح نبقى نمجد ونمدح كل الطغات اللي حكمونا ورح نبقى نصنع لهم انجازات وامجاد وهمية ما موجودة غير بس بخيالنا المريض ورح نبقى مقتلفين واحد يسب الثاني واحد يضحك على الثاني عزائنا الوحيد اللي كلنا نلتقي نتفق عليه هو انه كل اللي حكموا العراق منحام وراب نبقى نصر اليهود للفرس للمسلمين للعثمانين للملكية للجمهورية للكلاتية ما يجونا حكام مرجعوني الف سنة مثل حكام اللي يجونا بعد عام 2003 شكرا لكم مشاهدين اشوفكم باشر ان شاء الله هذا البرنامج برعاية دارين جروب اشتركوا في القناة